صباح الخير حديثي اليوم سيكون عن أزمة كرة السلة الأردنية عن انسحاب نادي الوحدات المبارح من خوض مباراته أمام الأرتدوكسي الوحدات اللي كان متصدر الدوري انسحب من مواجهة الأرتدوكسي احتجاجاً على تعيين نفس الحكام أو أحد الحكام الرئيسيين اللي احتج عليهم الوحدات في مباراته السابقة مع النادي الأهلي واللي تسجل في الوحدات في اعتراضه أن وجود 11 خطأاً مؤثراً ونحن كلنا بنعرف أن الحكام يصيب ويخطئ ولكن في اعتراض الوحدات كانت بعض الأخطاء حقيقة صعب تقبلها زي مثلاً ضرب من الخلف كرة السلة ضرب من الخلف معروف استبعاد لاعب زي ضرب متعمد في آخر 8 ثواني خطأ متعمد يعني عم بيعمل لك بيكون خطأ فني وبصير معك الاستحوال عن تسجيل ثلاثية بعد الووكينج المشي يعني عن أخطاء وممكن الحكم كمان أخطاء فيه كانت أخطاء لصالح الوحدات يعني مش لصالح الأهلي يعني يكونوا واقعيين بس في منطق في المنطق وزي ما تعودنا وزي ما بنعرف انت عم بصير عندك أخطاء الحكم بصير عليه أخطاء والاتحاد كرة السلة بيعترف بهاي الأخطاء ونادي يحتاج على هذا الحكم واحتاج على وجود هذا الأخطاء واعتبر الأخطاء هذه سبباً في خسارته وانت حتى هاي اللحظة ما رديت على هذا النادي طب انت يعني منشوف احنا اتحاد كرة القدم بصير معا أشياء زي هيك بيوقف الحكم بعاقبه على الأقل بيبعدوا عن مباريات النادي المحتاج حتى لأن الأمور تتضح حتى يكون في رد ويوضح بس انت مباشرة عم تعمل حالة من الاستفزاز حالة من التحدي رئيس الاتحاد أو رئيس اللجنة اللجنة المؤقتة بيحكي لنادي الوحدات لا احنا بنغير الحكم أمين السر بيحكي لا يعني هنا كمان احنا بندخل في اشي ثاني رغم انه انا مقتنع انه انت بعد ما تعيني الحكام مش بالسهولة انك تغيرهم يعني بكون واضح بس انت ما بصير تستفز النادي اللي محتاج ما بصير انه نادي يبعث لك كل الحالات على الفيديو واضحة وتحقيله صارت أخطاء خلاص ونحاول نعالج الأمور وتاني يوم بتوديره نفس الحكم اللي عمل الأخطاء هاي ما احترامي للحكم الحكم بشر بغلط وبصيب بس انت أحيانا بدك تبعد الحكم عن اللي عمل الأخطاء وعلى الأقل في مباراة مهمة جدا مباشرة بعد المباراة الأولى المهم من سحاب الوحدات كلفوا خسارة دقوط طين حتى ما حصلش على النقطة اللي خسرها لكن في عالم كرة السلة في البطولة عندنا هذا لا يعني شيء لأن الوحدات متأهلة لدور الأربعة لو قرر لو قرر إكمال اللعبة إكمال كرة السلة ولكن أنا بدي أوجه الرسالي للجنة المؤقتلة اللي بدي رسالي أنا أول مرة بعرف أنه في لجنة مؤقتلة بدي عوض أربعة خمس سنين اللجنة مؤقتة بتدير كرة السلة نحن نعرف أنه الاتحادات في كل العالم عبارة عن انتخابات نحن لا يوجد انتخابات بالطوئس لجنة أنا لا بنكر أن هذه اللجنة ساهمت في عودة اللعبة ساهمت لما رجعت الوحدات لما عملت البطولة الدوري لما شجعت في البداية شجعت الجماهير أنها ترجع قبل ما الآن تحاول أنه تخفف يعني تتحدى هاي الجماهير ساهمت في البداية لما أول سنة هي دفعت عقود اللاعبين ووزعتهم على الأندية هذا في البداية ساهمت بس هل هي لازم تستمر خمس سنين لجنة مؤقتة يعني ليش ما يصير انتخابات ليش ما نشوف ممثلين بانتخبوهم الهيئة العامة اللي هي الأندية بتنتخبهم هم الموجودين زي ما بصير في اتحاد كرة القدم اتحاد كرة القدم أي واحد يحتاج على أضو اللجنة التنفيذية بيقول هذا جاي من طبعا الممثلين الأندية هذا جاي من الانتخابات وعلينا احترام الديمقراطي واحترام الانتخابات طب انت يا سيدي اللجنة المؤقتة اللي بتدير السلة نحن عارفين بعض يعني نعرف بعض وانا بحكي طبيعي يكون فيه أعضاء تابعين للأهل والأرثوذكسي لأنه الناديين تاريخيين في كرة السلة وكثير من القدامة اللي عندهم خبرات من الأهل والأرثوذكسي بس انت صار الوحدات منافس صار الجبيهة منافس كفر يوبا من الشمال بيجي طب ليش ما يكون لهم ممثلين ليش بس للأهل والأرثوذكسي هس واحد رح ييجي يحكي طب ما هو بس هو رئيس النادي الأهلي اللي هو عضو في اللجنة المؤقتة لا يا أخي فيه لاعب طبعا باحترامي كلهم محترمين كلهم أحسن مننا يعني أحسن مني يعني هم خبرات وكذا وما بتهمهم بإيشي برضو في عنا لاعب معتزل مثلا لاعب معتزلين من الأهلي في عنا ثلاث أعضاء الإدارة المؤقتة للأرثوذكسي من الأرثوذكسي أو بشجع أو ميولهم أرثوذكسي تاريخيا للبتابع قرات السلة طبعا هذا الحكي ما بصير لأنك انت هضمت حق أندي عم بتنافس وبتحاول تدخل وتعمل شكل إلها في كرة السلة في نادي الوحدات حقيقة في يوم من الأيام عمل كرة سلة وعمل فئات عمرية وكثير من اللعيب اللي عم بنشوفهم الآن نجوم أجوا من مدرسة الفئات في نادي الوحدات لكن بلحظة الوحدات قرر إلغاء السلة لما دخلت أندي الشركات وما يقدر يجاريها ماليا ليش؟ ليش ولازم اتحادث كرة السلة يارف الحكي هذا ليش؟ لأن الوحدات نادي جماهيري نادي كبير نادي بطولات ما بيقدر يجي بده يلعب السلة بده ينافس على البطولات لما ما شوف حاله أنه أجه بده يلعب سلة عشان يكون تكمل يتعداد مش رح يلعب مش رح يزعل جماهيره وكل يوم هو بيخسر سلة فمش رح يلعب والوحدات لما رجع يلعب السلة على أمل أنه يعمل سيرك ممتازي في كرة السلة وأنه يصير منافس وأحد أقطاب كرة السلة ونجح في ذلك الثاني يلعب بيأخذ بطولة والثاني يلعب على الفاينل برا الفاينل فهو بالتالي نجح في ذلك شو اللي عم بيجبر الوحدات؟ يدفع 200 ألف دينار هذا الموسم على لعبة كرة السلة في موسم كله خمس أشهر اللعيب كله خمس أشهر الجهاز الفني كله خمس أشهر ليش بتفع الوحدات 200 ألف دينار؟ يمكن هذا أعلى رقم لتكوين فريق كرة السلة حاليا في الأردن فما هو الوحدات محتاجة 200 ألف دينار لكرة القدم ما هو عنده مشاكل وابده مصاري وابده سيولي لكرة القدم ما عمل هيك إلا بأهداف النفوذ بالبطولة ويسعد جماهيره فإذا اتحاد كرة السلة لما هو راح اللجنة المؤقتة راحت على الوحدات أستاذ محمد عليان أنا بأعطيك كل الاحترام والتقدير لما راح على الوحدات وحكالهم بنا الوحدات يلعب كرة السلة زي ما راح على أندي كرة قدم ثانية جماهرية وعرض عليهم يلعبوا كرة السلة لما الوحدات يجى هو ما كان يتوقع أن الوحدات بدي يجي عشان ينافس ممكن هو عادي بده يجي الوحدات ينافس بس الأعضاء اللي جوا في اللجنة المؤقتة ما بدها الوحدات يتنافس الطريقة اللي تتعامل فيها مع الوحدات أن الوحدات زي جسم غريب مع تبريته على كرة السلة أنه هاي لعبة كرة السلة خلص إننا إحنا الأهلي والأرثوذكسي في يوم من الأيام كانت الجامعة الأكثر من جامعة تطبيقية الكذا بيشاركو بينافسو الجزيرة أراميسكس أر الزين كله إجا فاصلينك أخذنا بطولة أنديت آسيا مع زين كله طفاش ما هو مش إيرث إذا سلي إيرث خلص نعمل بطولة بين الأهلي والأرثوذكسي وانتهت الجصة وخلص روحنا روحنا وخلصنا لا أنا بتمنى أن يكون فيه إشي ثاني أنا مقتنع وأعرف إداريين هذه الوحدات إذا فعلا رح يشعروا بهذا الغبن والظلم زي ما حاكم بارح رئيس النادي على المقابلة وزي ما حاكم بعض أعضاء مجلس الإدارة ما مش رح يكمل الوحدات إذا ظلت لضع زي هيك رح يلاقي كرة السلة وصلى الله بارك يعني لما يلاقي كرة السلة انتهت القصة يعني خلص كملوا زي ما كنتوا من توقف إذا إحنا جسم غريب على كرة السلة لأنه اعتبرين أنه أنديت كرة قدم إذا الوحدات وإلا الفيصلي وإلا الجزيرة لو الرمثة والحسين قرروا يشاركوا سلة حيتموا عملتهم زي هيك اجداعي خلاص خليها بطولة أهلي وأرتدوكسي وخلصنا مع احترام من الأهلي وأرتدوكسي وأنا طول عمري والله بحضر السلة من هنا طفل وبروح على الملعى الصالي وبشجع وأنا بحكي بصراحة طول عمري بشجع الأرتدوكسي قبل ما الوحدات يلعب سلة يعني فأنا بحكي اللي عم بصير مش مزبوط اللي عم بصير بده إعادة نظر اتحاد كرة السلة لجنة المؤقتة كرة السلة لازم تكون ممثلة بجميع الأندية اللجنة الأولمبية مفروض أنها الآن تضع حد لوجود اللجنة المؤقتة المخالف للقانون خمس سنين يعني أنت سنة بتغيرها يعني حتى التصريحات اللي عم تطلع أنه إحنا رئيس النادي الأهلي عضو في اللجنة المؤقتة بس ما هي اللجنة المؤقتة تشكلت من سنوات وما تغيرت ما هو مكانش رئيس النادي الأهلي ما هي لما مرة تانية تجددت اللجنة رجع ما احترامي شخص رائع ومحترم ما في أي خلاف وأنا شخصيا يعني باحترمه هذا الرجل لكن الموضوع مش هيك الموضوع زي ما الأهلي الممثلين لازم نقول تلك الممثلين أرتدوكسي ممثلين مش ما أقول خمس أعضاء بمثل الأهلي محسوبين على الأهلي والأرتدوكسي في إدارة السلة المؤقتة مش ما أقول يصل التحدي أنه أنت حكم عليه بكل الجدل وعليه قضي شكوى وكذا يتحطه مباشرة للوحدات في مباراة قمة يعني خي ما في الحكم غلط بشر اتركه ريحه شوي مين الخاسر يعني بالنهاية مين الخاسر أنا بتمنى أن يكون في حل عقلاني من اتحاد كرة السلة وبتمنى أن اتحاد كرة السلة ما يكون سبب في خسارة نادي الوحدات كأحد الأندي المشاركة في دور كرة السلة لأن الوحدات إذا شعر أنه رح يكون مظلوم وأنا سمعتها من عدد من أعضائه الإدارية أنه هل 200 ألف بنحطهم على كرة القدم بنزبط فيهم كرة القدم أحسن من كرة السلة تحياتي للجميع